ننتقل إلى صحيفة القدس العربي للشان الفلسطيني استشادوا ثلاثة فلسطينيين قرب نابلوس في الضفة الغربية المحتلة أعلنت مجموعة عرين الوسود الفلسطينية اليوم الأحد أن ثلاثة من أفرادها استشدوا في اشتباك مع جيش الاحتلال الإسرائيلي شمالي الضفة الغربية المحتلة وقالت المجموعة في بيان إنه بعد رصد دقيق لوحدة جولاني التابعة للجيش الإسرائيلي على حاج السر قرب نابلوس تحركت إحدى مجموعاتنا المقاتلة لنصب كمين لهذه الوحدة والاشتباك معهم وأضفت أنه تبين لنا بأن عناصر من هذه الوحدة ينصبون كمينا لمجموعتنا المقاتلة فقرر عناصر المجموعة تسلل لإيقاع جنود هذه الوحدة في كمين أكبر وأوسع ووقع الاشتباك من مسافة الصفر قبل أن يتوزع المقاتلون في المنطقة وذكر البيان أن عناصر المجموعة وهم ثلاثة شهداء ارتقوا وهم جهاد الشامي وعدي الشامي ومحمد البيك وتوعدت المجموعة الفلسطينية المسلحة لجيش الإسرائيلي قائلة إن عرين الأسو تتحرك باحثة عنكم في كل مكان وزمان وأن سلسلة عمليات الثأر مستمرة وصباح الأحد قال المتحدث باسم الجيش في خايا درعي في بيان إن المسلحين فلسطينيين أطلقوا ليلة الماضي النار نحو قوة عسكرية إسرائيلية كانت داخل موقع عسكري في مفترق جيت قرب مدينة نابلوس وضف أدرعي قامت قوة عسكرية من لواء جولاني بإطلاق النار صوب المسلحين وتمكنت من تحييد ثلاثة منهم خلال تبادل لإطلاق النار وشار إلى أن مسلحا آخر سلم نفسه وتم اعتقاله ونقله للتحقيق لدى قوات الأمن وحسب أدرعي لم تقع أي إصابات في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي كما أعلنت وزارة الصحة استشهاد الثلاث شبان وفدت الوزارة أن 84 فلسطينيين استشهدوا في اعتداءات قوات الاحتلال منذ بداية هذا العام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة